في هذه المنطقة الجبلية بمدينة أريحة الفلسطينية في الضفة الغربية وجد هؤلاء الفتية فرصة جديدة لاستكشاف المنطقة عن طريق رياضة تسلق الجبال إذ باتت مدينة أريحة مقصدا سياحيا للعديد من الرحلات التي يقوم بها فلسطيني 48 إلى الضفة ومكانا لممارسة تسلق الجبال هذه الرياضة تربوي لها بعد اجتماعي بحيث أنه تقوي من شخصية الطالب من شخصية المشارك تضيف عنده الثقة في النفس الجرأة الشجعة الإقدام بما في ذلك هذه السياحة تقوم على توطيد العلاقة الطالب بوطنه أي تعزز الانتماء عشرات الرحلات تنظمها المدارس والمؤسسات للطلاب من داخل الخط الأخضر إلى أريحة كما تنظم دورات خاصة للراغبين في تعلم هذه الرياضة أنا كثير مبسوطة بهذه الدورة وخاصة إنها تخلينا نتعرف على أماكن ما تعرفناش عليها ونخلينا نكسر حاجز الخوف الطبيعة الجبلية والمناظر الخلابة جعلت من جبل التجربة في أريحة مكانا يرغبه السياح كما ازدادت أعداد الزوار إلى هذا المكان خلال الأشهر الماضية السياحة البيئية أو الرياضية الجديدة التي نرىها في المنطقة مهمة جدا كثير أول شيء لزيادة الدخل وكونها سياحة مش موجودة عنا بمناطق دولتنا بفلسطين وهي في إلها أرضية وفي إلها بنية تحتية كبيرة جدا عنا بأريحة بالأغوار من جبال وصخور زارت ضفة الغربية والقدس الشرقية زواء مليونين ونصف المليون سائح العام الماضي لكن تظل مدينة أريحة من أكثر المناطق جذبا لسياح وذلك لموقعها الفريد والمميز بالقرب من البحر الميت والعديد من المواقع الأثرية والدينية والمناضر الخلابة فيها